بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنحط واحد لصفة خاصة بالناس اللي عندهم المشاكل في الوظيفة أو ما تحصلوش على وظيفة أو عندهم دائما مشاكل في العمل الناس اللي عندهم طاقة سلبية ولو قروا ولو سلوا العمل والوا دائما عندهم قلة المال جعل الناس اللي تبحثوا على العمل يدوموا على هات الصغة البنت اللي بغى تزوج دوم على هات الصغة البنت اللي بغى الرزق دوم على هات الصغة لأن هات الصغة تجلبوا العمل والوظيفة والزواج والمال إن شاء الله وصفة رائعة مع ورد إن شاء الله للوظيفة باش ربي يعطيك الوظيفة وحيد لكل نحس من طريقك ويعطيك سؤلك في كل الأمور ولكن الناس اللي عندهم عرقيل في جلب العمل دائما هو مصدود دائما عنده طاقة سلبية ما سيكونش عنده عمل أو البنت دائما تمشي أنها تجري مقابلة حمل تجي مكسورة الخطر إذن الناس اللي بغين أنهم يكونوا إيجابيين بغوا أنهم يحيدوا النحس يطردوا النحس بغوا أنهم يكونوا إيجابيين غادي يديروا هات الوصفة إن شاء الله لطرد التعسير وطرد الموانع وطرد الحاجة الخيبة من الجسد ديالكم إذن غادي نزوقوا بنا ونقروا الورد ديالنا وغادي ندوزوا على الجسد ديالكم غادي ندوزوا على الجسد ديالكم إن شاء الله إذن عدنا هنحصل على واحد العشبة أو عدنا واحد الحجر رائع في طرد العوارد الناس اللي عندهم عوارد الناس اللي عندهم مشاكل الناس اللي دائما عندهم قلة الظهر الناس اللي ما عندهم قلة الظهر وما عندهم شي ميمون ودائما تعسر لهم الأمور لا في العمل لا في الزواج لا في كل شيء دائما تنحكيه على التوابع توابع دائما إنسان يغتسل بالماء والملح ويتبخر بالسنوج السنوج دائما يقرأوا عليه دائما صورة الفلق بعدد مفتوح عدد مفتوح هو تبقى يتقرأي وصافي إما كتر من سبعة المرات أو عشر مرات أو 11 مرات صورة الفلق وصورة الناس المعودتين مع صورة الإخلاص مع آية الكرسي وصورة الكافرون كلهم سبعة سبعة نقرأهم على ماء ونشرب ونحاول أنني ندوش بهم في الغرفة ديالي والغرفة تكون نظيفة مع جمع الماء واللحوف إذن الناس اللي بغين أنهم يحصلوا على وظيفة أو زواج أو جلب الرزق على نية لبغيتي هذه الوصفة قوية جدا قوية لجلب الرزق وطرد الموانع إذن أحبابي تنجيب لكم مواصفات حاولوا تخليوا لنا اللايك وتدعمونا باش نستمروا إن شاء الله إذن عدنا لوبان الدكر لوبان الدكر هو معروف عاجل لطرد الموانع الناس الرقات الناس اللي في الشرق تيخدموا بلوبان الدكر بزاف لوبان الدكر هو من أخطر الوصفات اللي تيطردوا الموانع وفي نفس الوقت أنك تتحسي برأسك الوقت التبخير لتحسي بأن واحد طاقة خرجت من الجسد ديالك إذن على بركة الله ما تنسوا نشبلي لايك والدعم وحاولوا تخليوا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باش يكون عندكم مفتاح الفرج إذن غادي ناخد واحد الكاس غير من الصنبور عادي كاس كاس يكون عادي وغادي إن شاء الله نجيبه كل نهار غادي ندوم عليها هاد السيغة غادي ندوم عليها 21 يوم لأنك غادي تحسي برأسك بأنك محتاجة قد ما غادي تشوفي النتائج ديالها وقد ما غادي تشوفي المفعول ديالها وقد ما غادي تشوفي أنك ولي عندك مال الخطاب غايد خلو العتبة سبحان الله غادي يكون عندك وظيفة في أقرب وقت إذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب دياله كين حلول وكين دعاء وكين الصلاة على الحبيب وكين قرآن كريم قرآن كريم في شفاء ودواء من كل مرض أو كل ابتلاء أو كل شر الشياطين الإنس لابد أنكم تقرأوا القرآن باستمرار إذن غادي ناخد كاس الماء على نية هذيك النية اللي بغيتي أو على النواية اللي بغيتي المال العمل الزواج طرد التابعة طرد النحس ما عنديش قبول مع الناس وعندي طاقة سلبية عندي موانع عندي دائما تنكون غير مجبورة الخاطر إذن غادي ناخد ثلاث قطع اللي غادي نحطهم هنايا نحط ثلاث قطع ديال لوبان الذكر ثلاث قطع غادي نحط ثلاث قطع أتخذي ثلاث قطع ثلاث قطع ديال لوبان الذكر على نية هذيك الشي اللي بغيتين تيها نواية اللي بغيتين تنوي وغادي إن شاء الله تنوي على أي حاجة المهم هاد لوبان الذكر اللي غادي تخليه في الماء غادي تبقى تقري عليه كل يوم ولكن وتشربي وتمسحي الجسد ديالك في نفس النهار تشربي هذي الماء بالكامل ولكن حب أما لوبان الذكر ولو يبقى في قعر الكاس هذا ما غادي تدوب تقريبا كل أسبوع تبدليه كل أسبوع تغيري لوبان الذكر هذي لوبان الذكر اللي غادي يبقى غادي يكون غادي نضيف عليه شوية الحمل ونتبخر في آخر الأسبوع إذن ثلاث حبات يكونوا كبار ديال لوبان الذكر مع الماء العادي وغادي نحط إن شاء الله بحول الله هنحط هنا لوبان الذكر هنقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وغادي نوضع حلقة نوضع هنا نقرأ البسم الشريفة 19 مرة والصلاة على سيد الخلق 19 مرة وغادي نذكر هذي الصورة الكريمة غادي نقراها بالنية جلب الوظيفة جلب العمل جلب وطرد النحس إن شاء الله بحول الله وقوتي هنقرأ الفاتحة سبع مرات الفاتحة وانفت نقرب الى الفمدياني وانفت بحول الله وقوته على النية اللي بغيتي زواج عمل طرد التابعة طرد الموانع انتي في الاختيار غادي تحاولي انك تقرأي سبع مرات الفاتحة وتقرأي ان شاء الله بحول الله وقوته تقرأي سورة الواقعة مرة واحدة كل ليلة كل ليلة مدة 21 سبع مرات الفاتحة مع صورة الواقعة مع هذه الآية اللي غادي انقرها أربعين مرة ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين غادي انقرها غادي انقرها ان شاء الله ربعين مرة على الماء كل ليلة تقرأيها على النية ان شاء الله غادي تجلبو الزواج بإذن الله غادي تجلبو العمل غادي تطردو النحس وقلة القول ستجيبوا أفراح ومال إلى العتبة إذن هذه الوصفة مع آيات الله سبحانه وتعالى مع صورة الواقعة هي من الأقوى وضيفوا الدعاء أو الآية الدعاء اللي بغيته تدعيوا إن شاء الله وتنفتوا وتقرأوا اللي بغيته وغادي إن شاء الله يعطيكم الله سؤال لكم في كل الأمور لأن هذه الوصفة رائعة وأكثر من رائعة إذن سنأخذ الماء بعدما قرأت سبع مرات الفاتحة الواقعة مرة واحدة وغادي نقرأ أربعين مرة هاد بعدما نقول أعود بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو الرزاقه دول قوة المتين إن الله هو الرزاقه دول قوة المتين غادي نأخذ السبحة ونأخذ انضبط العدد انضبط العدد على النية ديال جلب ما تريد إذن هذه الوصفة بإذن الله بإذن الله غادي يكون عندك مال وزواج وعمل وقبول وطرد النحس من الوجه ديالك غالي تدهني غالي تشربي وتخلي شيء قليل اللي غالي تدهني به الجسد ديالك في الليل من تمشي تنامي من تمشي تنامي تقراي وتشربي وفي نفس الوقت تدهني الجسد ديالك ولو أن هذيك حبة تدكر حبة تدكر باقة ما تلقات مهم شربي أول يوم اليوم الثاني غالي نعمر الكأس عليها ونغطيها ونخليها حتى الليل ونقرع لها بحول الله وقوة ونحيد هذيك لوبنت تدكر ونعود نجدد لوبنت تدكر آخر هذيك لوبنت تدكر اللي كان في الكاس رطب غالي نضيف عليه شوية الحرمل ونتبخر به بآخر الأسبوع أي نهار بغيتيه في أي وقت الحرمل التبخر دياله ما بين العصر والمغرب إذن الناس اللي بغين يهزوا يهزوا معهم لوبنت تدكر غالي تزدي ثلاث قطع وتقرأ عليهم نفس القراءة اللي قرأتي على الماء اللي بغيتي تتبخري غالي تقرأي إن شاء الله بحال هذي القراءة اللي قرناه على الماء غالتقرأي صورة الواقعة صورة الفاتحة غالتقرأي هذي الآية لجلب الرز وهذا الحجاب غالي إما ثلاثة إما خمسة إما سبعة إذن هنحط خمسة إن شاء الله ونحاول نزمعي هذي الحجاب اللي فيه وقرأت عليه نفس القراءة اللي قرأت على الماء ولكن الحجاب غالي نديروا معي في الحقيبة التبخير غالي تكون مدة أسبوع متتابعة أسبوع فقط أما الماء دائما ندوز على الجسد ديالي في نفس الوقت نشرب منه وندوز على الوجه ديالي والصدر وجسد بالكامل من مشي النام نحاول ندهن الجسد ديالي على نية جلب ما أريد سبحان الله غالي تكون عندك واحد طاقة إيجابية بإذن الله الواحد القار إذن غالي تقولوا لي بزاف واحد وعشرين يوم هكا هذي الورد ديال صورة الواقعة هكا باش يربي سبحانه وتعالى يعاونك ويعطيك سؤلك أما الله سبحانه وتعالى تقدر يديريه في يوم واحد ربي يسخر ليك إذن حاولوا أنكم يكون عندكم تسخير ويكون عندكم واحد طاقة إيجابية باش تعاونوا ريوزكم تجلبوا العمل للزواج بوصفة سهلة مهلة الناس اللي ما عندهم شروبا تذكر يديروا بديل أم الناس أو يديروا المسكة الحرة هدوما ثلاثة لتقدروا تديروا في هذا الوصفة إن شاء الله بحول الله وقوته النية هي أبلغوا من العمل لوبان تذكر تتشرب أم الناس تتشرب في نفس الوقت الناس اللي عندهم لوبان تذكر وأم الناس والمسكة الحرة كل شي سيتشرب إلا الناس هذي المكونات اللي كينين اللي ما عندوش كاع هاتشي غايد يدير سب حبات ديت السانوج يقدر السانوج يتبخر به أو يزمعه أو يحطوه على الماء إذا نحب بي لعجبكم الفيديو خلونا لايب دعموا القناة فعلوا الجرس أمناه بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته